معلق المباراة معلق المباراة في حاجات لما بنتناولها بنكون دايماً عندنا فكرة مختلفة فيها جمهور النادي الاهلي مش هو أبداً الجمهور اللي حيتكلم في معلق يكسبه أو يخسره جمهور النادي الاهلي أكبر من كده أو أكبر من إن حد يتناول الموضوع في الإطار ده بس جمهور النادي الاهلي اللي دلوقتي كمان بيشوف إن واحد زي عصام الشوالي رغم إنه هو كالليه أضرب يا بدري ورجعنا بقى القضية ممكن جمهور النادي الاهلي بيؤمن بالشكل ده من التنافس والشكل ده من إن المعلق يدي المباراة حيثيتها ويديها اللحظة اللي هي محتاج أنت تحسها كمشجع ولكن جمهور النادي الاهلي بيفرس كويس أوي البعض اللي بيكون عنده موقف من النادي الاهلي وبييجي يا أسامة البعض ده يكلمك في فكرة تانية خالص وهي إن أنا إيه مشكلتي مع جمهور النادي الاهلي أو إيه الفكرة إنه جمهور النادي الاهلي واخد موقف مني ويبدو ليك ان جمهور النادي الاهلي متحامل على شخص وده عمره ما حصل جمهور النادي الاهلي طول عمره بيكون عنده موقف شفت الموضوع ازاي قسامة وشفت جمهور النادي الاهلي كان واخد الامور في شكل ازيد من حجمه ولا جمهور النادي الاهلي كان بوصر رسالة هو الحقيقة خلينا اتكلم عن الكابتن احمد الطيب مقبل 2014-2015 وما بعد 2014-2015 انا واحد من الناس يعني انا بقول الكابتن احمد الطيب معلق موهور خلاص موضوع منتعي ومش بنتعرض للنقطة دي خالص ولكن تصرفات الكابتن احمد الطيب او تصريحات الكابتن احمد الطيب قبل 2014-2015 كان التصريحات بتمنح الفريق حقه النادي الاهلي في 2012 انا لا انسى الارض لا تنسى جباه الساجدين والليل لا ينسى انين العاشقين واليابان تسأل اين الاهلي الان وحاجات كتيرة جدا لها الكابتن احمد الطيب لكن من الواضح انه كان منتظر صدى جماهيري واسع من جماهير النادي الاهلي والحقيقة جماهير النادي الاهلي زي اللعب الموهوب مهما تقول فيه هو عنده احساس ان هو موهوب انا نادي البطلات انا النادي الاول في افريقيا فاي حد لازم هيقول كده هو بيقول الواقع والحقيقة لكن الطريق السهل ايه اروح لجماهير اندية اخرى اندية اخرى نفسها تصدق ان هي البطل الحقيقي انها تكون رقم واحد فقول أشعار فيحصل الوهج أو التوهج حوالين المعلق فبقت السكة سهلة نسيب بقى موضوع النادي الأهلي اللي مش هيجيب لنا أي ردود أفعال ونروح لجماهير أندية أخرى تجيب لنا ردود أفعال فبالتالي كان من حق جماهير النادي الأهلي إنها تعترض ولكن بينس بورت ما قدرتش رغبة جماهير النادي الأهلي اللي تصدروا تويتر فيه تعقيب أو هاشتاج بيرفضوا فيه تعليق الكابتن أحمد الطير طب هل إحنا أو جماهير النادي الأهلي متجنية على الكابتن أحمد الطير ده سؤال ورد جدا يطرحه أصلا الكابتن أحمد الطير لكن الحقيقة هيكون الرد من زميل أو مقدم برامج تونسي في قناة قطرية وبيوجه كلام للكابتن أحمد الطير نسمعه جدا لأن الكلام ده مهم جدا نشوف الفيديو أحمد الطير حتى تكون أمور يعني هو غير محايد تماما يعني مع الأهل المصري حتى تكون أمور واضحة أو محايد نمشيوا مباشرة لا محايد أو مش محايد أنا ليه موقف بشوفه أنا بقوله ده المين أو الشيء مين ده موضوع ده لا هي أبستركشن انت خارج بس بس هيك باختصار انت خارج من مكانك عشان تلب الكرة انت ملعبتهاش جيت في خط المصار بتاعي عالتلطيني ضرب الجزاء مقدم تونسي في قناة قطرية في برنامج دائم استضافة الكابتن أحمد الطيب أو الكابتن أحمد الطيب بيعمل فيه وبيقوله انت دايما لك مواقف ضد النادي الأهلي إذن اللي بيصل النادي الأهلي من الكابتن أحمد الطيب ليس من فراغ ده مش كده وبس ده أعتقد عندنا كمان ما يؤكد ان جماهير النادي الأهلي كانت على حق وإدارة بينسبورت لازم تلتفت لرغبة جماهير النادي الأهلي لأن اللي بيخسر جماهير النادي الأهلي سدقني بيخسر كتير ما هي الفكرة دلوقتي محاولة إصلاح ما تم إفساده هل ما تم إفساده فعلا سهل جدا إصلاحه ولا الأمور كانت تجاوزت ده وعلى فكرة كابتن أحمد طيب دايما بيتناول الموضوع في إطار في شكل من أشكال المغلطات وهو أنا تحداك في مرة خدت موقف وبيكون الكلام غير مباشر والكلام دايما بيكون بيحاول ينتصر إلى طرف على حساب طرف حقك تعمل ده بس من اللي مش فاهمينه بعد ما تعمل ده يبقى فيه التشبس ده بأن انت ترجع تعلق على النادي الأهلي وكلنا عارفين المساعي اللي بوزلت من كابتن أحمد طيب عشان يعلق على المباراة نشوف رأي كابتن أحمد الطيب في اللي بانا مصر كان إيه قول اللي بانا مصر كان في الأصل زملكاوي جات منين؟ الراجل العظيم اسمه علي زيور معلق كبير أهلاوي حتى النخاعة لما كان يزعمتش لحسن شحات أو علي خليل كان يقول له يا سلام على الحلاوة يعيني على الحلاوة يبقى زملك عنده لعيبة بتقدم إيه؟ الحلاوة ولما في مطر بشيرس محمد طه غنى اللي بانا مصر كان في الأصل حلواني وبما إن الحلاوة زملكاوية يبقى اللي بانا مصر كان في الأصل زملكاوي ايه القضية يعني؟ وبما إن الحلاوة زملكاوية وبما إن اللي بانا مصر كان في الأصل حلواني يبقى اللي بانا مصر كان في الأصل زملكاوي يا حلاوة يا حلاوة وفعلا يا حلاوة لأن مستنتاج قد يكون طريف ونسميه طريف لأن احنا بننطقي هنا في قناة النادي الأهلي ألفازنا ولكن انت هنا خدت الموضوع في اطار ممكن تطلع تعبر والدافع بالعكس هقول ان ده انتمائك او ان انت بتشوف ان ده شكل من اشكال حقك ورأيك لحد هنا جمهور النادي الاهلي حيصنفك كمعلق منتمي بيميل لفريق شايف ان مصر في الاساس زمالكوية او المتعة فيها زمالكوية ويحطه في اطار ان انت شخص زمالكاوي نقطة وقفنا انما هل الموضوع وقف عند كده احمد ولا لاح راح لخطوة ابعد بكتير او من فكرة اللي بنا مصر كان ايه طبعا احنا عايزين نحتفظ بحلم الكالف الفكرية للفنان مظهر طبعا على فكرة يا حلاوة دي لكن الحقيقة الكابتن احمد طيب وده اللي احنا قلناه بيكون ليه طبعا تويتات بالتأكيد فيها استفزاز كبير جدا لجمالنا ده لو استعرضنا واحدة منها اعتقد الكابتن احمد طيب محتاجي راجع نفسه كتير اذا حب ان هو يعرف السبب وان كنت اظن يعني ان هو عارف كواس اوي ازاي استفز جمهير انه الاه هنا بيتكلم بيقول نتكلم جد شوية حلوة جدا نتكلم جد شوية دي لو فاز الزمالك بابطال افريقيا هيتعامل تمثال لمرتدى منصور في مدخل النادي تمام طب لو خسر الاهل افريقيا ها يختفي بيبو اداريا الى الابد وجهة نظر طب لو خسر الزمالك بابطال افريقيا فهي مؤمرة معروف اطرافها ولو فاز الاهلي بابطال افريقيا ستكون التسع لا نرجع لنا كده لان هنا الموضوع يعني ايه مؤمرة معروف اطرافها بالزبط يعني ايه يعني هو الزمالك المفترض ان هو يفوز ببطولة افريقيا فكرة ان انت تبقى عايش على التصرحات اللي بتقوله في قنوات اخرى ان فرص الزمالك 70-30 هي فكرة من نزد خيالك وانت حر تماما فيها لكن فكرة ان انت يكون مباراة طرفها النادي الاهلي وتقول اذا خسر فيها الزمالك فهي مؤمرة فانت هنا بتشير بالتهامات للنادي الاهلي اعتقد هدف مجد افشا وهدف عمر السلية وصل لك الرسالة انها لم تكن مؤمرة الا اذا اعتبرنا ان المتآمر هو مجد افشا مش دو بس التويتا اللي كتبها الكابتن احمد الطيب لا كمان تويتا ايضا اخرى كتبها بيوضح دايما ان في مشكلة وفي مؤمرة كونية واقعة على اي حد منتمي لنادي الزمالك حتى لو كان حارس المرمى جنش قال لانه جنش زبحوا جنش ولما كان حسام غالي زبحوا اسامة نبيه اعتقد يعني الكابتن حسام غالي هو اللي خرج من المنتخب واعتقد ان الكابتن اسامة نبيه كمل المسيرة مع كوبر لغاية ما وصل كأس العالم الاندية صحيح انتهى بالمطاف حاليا ان هو مساعد باترس كارتيرون العائد للزمالك بعد رحلة في السعودية ولكن في النهاية اسامة نبيه كمل المسيرة مع المنتخب وحسام غالي رفض ان هو ينحني عشان يروح يمس المصر في كأس العالم اي لاعب ممكن وقتها يعتذر حسام غالي لانه مغلط معتذر بص بقى البراعة في صياغة المغلطات يعني بص التعميم في ان هو بيقفلها عليك خالص زي ما انت قلت افريقيا في كل الاحوال هتاخدها بقت مؤامرة فسلبك اي مجود ليها وظن وتخيل في خياله ولوللحظة ان كابتن محمود الخطيب ممكن جمهور النادي الاهلي يقيمه بالشكل ده وكانت اماني لبعض اللي الحمد لله ربنا كافئ المجتعد عليها بس كمان لو اتكلمنا في موقف عام بس انا لما نعدي القصة بتاعة الكابتن محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب قدم رسالة وبنشكر القانون اللي اعاد للكابتن محمود الخطيب حقوقه والاعاد الثقة لكل شباب مصر ان النموذج المشرف اللي المفروض ننتهجه او شبابنا يقتضوا به هو الكابتن محمود الخطيب واتطرفه عن الازى واستخدام القانون في جلب الحقوق فبنشكر القانون المصري انه أعاد الكابتن محمود الخطيب حقه طبعا يا أسامة والشباب اللي كان دايما بيقولك احنا لازم ناخد موقف لازم نصعد أكتر من كده وكان رهنا أن فيه آلية هي في النهاية اللي هتخليك تاخد حقك بشكلك مش بشكل غيرك وده اللي كان دايما بقوله كابتن محمود الخطيب وزي ما قلنا أن النادي الأهلي انتصر وليس بمؤامرة كما صنف الكلام بتاع كابتن أحمد الطيب وزي ما أسامة وضح لكم أن المغلطة في صياغة موقف كابتن أسامة نبيه وكابتن حسام غالي تعالوا نشوف حتى التقييم الفردي للاعبين بحجم محمد الشناوي في وقت ما كنا محتاجين ندعم ونكبر فيه حارس مصر اللي فعلا حاليا أصبح حارس مصر الأول كان كابتن أحمد الطيب بيعمل معاه إيه عشان الناس ما تنساش وتعتقد أنه جمهور النادي الأهلي ولو للحظة هو جمهور بيغالي أو عنده عقدة الاضطهاد وعمرنا ما كنا كده لأن النادي الأهلي جمهوره بياخد مواقف الكلام كان مبروك التأهل لأمم أفريقيا كويس ولكن عجبته لك يا زمن الحارس الدولي محمد الشناوي إمكانياته كبيرة حلوة أوي كالترخيرك ولكنه يلعب ماتش كويس يبقى لازم يلعب الماتش اللي بعده لأن في الكورة الحارس اللي ماشي كويس لازم يستمر الشناوي يتهجم على الحكم ويحاول اللي الاعتداء عليه وإدارة الأهلي تعاقبه تمام ده شيء طبيعي في إطار تربوي على سلوكه بعدها مع المنتخب يلعب عشان ما يتأثرش بالواقع إيه علاقة ده في إطار لعبة اللعبة يعتارت فيها والنادي الأهلي بيتكلم معاه لا هو هنا خدها لموقف إن المنتخب بيجامله بيجي بقى بيقول إيه عشان يلعب عشان ما يتأثرش بالواقع الفضيحة اللي ممكن تخلص عليه للدرجات دي كمان بيقول بقى سمى الأدهة من ذلك إن يدخل هدف في مرمى من منتصف الملعب لا يدخل في طفل عمره 14 سنة ده كان الحارس اللي إمكانياته كبيرة من شوية بعدها يشارك مع المنتخب عشان ما نقضيش عليه مصخرة والله العظيم وتكلمنا عن روح المنافسة بين لعبين سلاسة أخطاء في مواقف تبطل أي حارس فنيا وزهنيا وأخلاقيا كابتن أحمد الطيب كالعادة بيحاول يسيق كلامه ببراعة يقفلها لك ضبة ومفتاح اللي عمله الشناوي فنيا خلاص أمره منتهي لو حتيجي تقول فنيا بس هو أخلاقيا قالك أمره منتهي حتى ذهنيا هل المعلق اللي تكلم عن لعب النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي بالشكل ده لما ينطفد جمهور النادي الأهلي لرفض إن هو يعلق على مباراتهم يبقى فيه أي نوع من أنواع المزايدة الترند كان رقم واحد على مستوى مصر لأن جمهور النادي الأهلي كان بيوصل رسالة قوية جدا أغفر حنين بالفوز بس كان لازم نقف ونرسخ لفكرة أن جمهور النادي الأهلي لا يغالي في شيء ولكنه يسجل مواقف وفقا لمعطيات منطقية جدا 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 أنا حابب أوصل رسالة لإدارة قنوات بينيس بورد الحقيقة النادي الأهلي جمهيري النادي الأهلي مستقى بشكل كبير جدا من اختيارات المعلقين لمباريات النادي الأهلي وأعتقد لازم إدارة بينيس بورد تحط في اعتبارها رغبة أو رغبات جمهير النادي الأهلي اللي أعتقد واضحة بشكل كبير جدا والحقيقة تم استبعاد قبل كده المعلق الكابتن أحمد عبدو طبعا كان منتمي للنادي الأهلي في فترة مانو الجزيء عشان قال كل الشامتين بنأفيقوا في مباراة ساندونز ومن وقتها ما شفناش الكابتن أحمد عبدو فنرجو من إدارة قنوات بينيس بورد ترك شوية مع جمهير النادي الأهلي طبعا دي كانت مباراة فيتا كلوب اللي النادي الأهلي فاس فيها بسلسية وطبعا هنروح بقى ونرجع للدوري المحلي